ذكرت لنا أن الصالوني أو المرق مناسب لفكرة البوهمية بس كيف رح نخليه كطبع مناسب لعرسه؟ يجب أن نقوم بشكل طويل لتصنع مصرح إنه مصر ومصر من البوهمية لتصنعه مصرحة ومصرحة لنا المنو يجب أن نستخدم بعض مصرحة مثل لتو لا نسرحها بشكل طويل كما تصنعه بشكل طويل نسرحها بشكل طويل يجب أن تكون مصرحة لذلك نستخدم الثاني الثاني هو لتوكس سوء لتوكس سوء البوهمية أحب أن تستخدموا فيه ومصرحة فيه ومصرحة ومصرحة إلى مصرحة ومصرحة إلى مصرحة جيدة استخدم الحصول على الخير من المشكلة ينحن البقية من المعنى تماماً مصوبة هذه كسجومي تتعطيهم البقية تشعبوا مصوبة ونضع بعض الألوان القوية الزجاج، الطبعات، كلهم يعبروا عن الفكرة المهمية كيف تقدر العروس تختار منهم أشياء تكون تسكرية لضيوفها؟ لضيوفها، لدينا كثير أشياء كثير مهضومة لضيوف مثلاً، لدينا دفاتر، أنت حبيبي دفاتر هيك شكراً بوهيمة شوي فيها تعطي مثلاً سوفينير في نوت أكبر من هؤلاء، يمكن أن تفصلهم تفصلهم، ميد درهم، خمسمية، مثلاً في عنا هولي الكوستر، كمان كثير مهضومين وإذا بتقدم هيك، كثير بيتلعوه كدوم رتب بقلب الساد تابعوه لكل واحدة نصاح بيته ميمة بنبسط يكون عنده كوستر بالبيت، أو بورتوكلي، يدقفتنا أو في عنا صابون، ريحتة كتير طيبة، كمان يدقفتنا مع العين، مثلاً، أو ضد العين، فلاور ولي الكارت، الكارت، شوحر الكارت، اللي بيجيب لعضية للعروس، في عنا هاي الكارت كتير محضوبة، مهتوب عليها، مبروك يا عروس، ولأنه التهم بوهيمة، هاي الكارت ايكو فرندلي، هالييم، تبا حد انتباع طبيعتها أنا شايفة كمان الفيدرز هاي فكرة الفيدرز اللي أمه حاولنا نقول أنه بدنا نخرج عن المألوف ما حابنا نحط إشي مستعمل عادة وروتيني في الأعراض ففكرة ريش التاووس كانت فكرة تعطي جمالية تبيعية للتاوضا فحبت كمان أدخلها مع ديكور الفلاورز والأرض الشوك والأرض الشوكي كمان فكرة اللي أمه عم نحكي عن أشياء موجودة بالحديقة فالبوهينيون كانوا بيستعملوا الموجود عندهم أنه ما في تكلفة في اختيار الدكور بسيط ولكن فيه ألوان كتير فيه جزء كبير كتير من الطبيعة بس أنا كتير عجبتني الفكرة أنك حط الشمعة لأمه ما بدنا نخليها هيك بتطلع أنه ما عندها يعني معنا ما رح يأكلها الموجودين أو شي بس حبيت أنه أحط عليها شمعة عشان تدفي الطابعة الومانسية كمان على التاولة طب بتكون بدك بيكون لها ريحة عادة تختروها ولا أنا أفضل أنه أختار الشمعة اللي فيه نوع من العتر اللي أنا بنحكي عن جمالية التبيعة ولما الواحد بيكون بالحديقة بيشم ريحة كتير حلوة حاولت أنه أنا أفضل أستعمل الشمعة اللي بتعتي ريحة بتطلع فيها كتير ريحة كتير زحمة الألوان مش محتكر على الطاولة بس نشوفها كتير بالأكل هل هالشي بيزيد من شهية الضيوف؟ خطوة الضيوف هالشي بيزيد منها ليس جدا لذا كانت لدينا كتير من العترين من نشوفها من نشوفها للحظرين منزل إلى النشوف لذلك نستخدم بعض الأرض تنزل لتنزل لدينا جزيزية جزيزية قلبها لجزيزية لجزيزية فهذا كانت جزيزية في مطباح المطباح مختلفة جزيزية المطباح الخطب وهمانيه بفضل الكلارة بعد فاسمها فسوف تجب عليها وضعها تخربين ملسيين اتبع المسكوب المغفرة كان من المفترض للتجنقل تغير شئ أخير تعب يا ريول بعد قطع ل Apps لأننا قمر ب Hitachi لذلك يجب أن نكون مديراً بشكل جيد لكن الأولى المهمة يجب أن يكون محصن المروريه بخير لكن المحصن الأوليه في المكتب ونستخدم بعض المشروبين لأعطي المصنع ونستخدم لأعطي المصنع ونستخدم لأعطي المصنع يستخدم بعض منذ ميكس هذه ميكس يحبون أن يستخدم ميكس وكما قلت قبل هذا هو المنو الأكسسوري منذ المنو الأكسسوري تعرف أن أكسسوريات العروس البهمية غير تقليدي أبدا هل هناك شيئش معي أن تجيب لها الحظ؟ أكيد الأكسسوريات العروس لدينا كثير مهضومة عادة التقليدية تضع بس نحن 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 نضع عيون زرب فاتمة مثل هيدا مثلا 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 حلقاتك مش عليهم نقطة زرقة ضد العين نعتقد أنه ضد العين بس مش كمين مش ضروري بس كمين بلبسها فيها تحط مثلا ببيتها فعلق أه مثل هيدا تابلول هند أفطمة أو تحط بجسدينها مراية هند أفطمة أو فوق عتبة بيتها كمين عين لأنه كثير بالشرق نحن نعتقد أن العين ضد الحسودين مثلا كمين فيه كمين أنا شفت عندك فنجين عين اي 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 عنا كمين فنجين على عين وعنا فنجين كمين عليهم هند أفطمة كمين عنا فنجين عليهم وعنا سويني هند أفطمة كمين هيدا بتحطيها على الصفرة مثلا بتحطي فيها البهارات والملح هذه قوية هذه عملتها 55 عم جدا هيدا التسنيه عملتها فاولا نابوني كتير الديزاينر المهمة اي ايطالية كمين عنا اشياء من ايطاليا يعني جماعت وعالم كلهم مش بس انتوا جايين من كذا مطرح كمين الديزاينر إيه شارت خلينا نحكي هلى عن الكيك وفقاً لأي معايير تختار الشكل العلو والنكهة نزها إذا حكينا كمان عن أدوات الطاولة أنا شايفي هون أنت جاي بصحن نجد شكله مميز مع النابكنز كمان فشو اخترتي اليوم؟ حبيت أنه كيف حقلتلك أنه البوهينيين عرفوا باختيار مختلف الألوان حبيت أنه أبدل بفكرة الألوان المختلفة بس حبيت أعطيها لوكجوريوس تاتش كمان أنه مش بلاين بلايت ما فيها يعني مش بلاين بلايت مثل كريستل هي كريستل أو أجلس مكسر ملزق هو كريستل تركوازي بيعتي يعني بيكسر أنه بس إتسبلين بلايت اللي هي لونها تركوازي عادي حلو كتير وشو اخترتي معه النابكنز؟ النابكنز لأنه اخترت لونين من البلايت حبيت أنه ما حط اللون الأزرق النابكنز مع اللون الأزرق كمان بتبين أنه إحنا بنحاق الألوان بس كيف ما أمنا أنه الألوان لازم تكون بشكل عشوائي بس بالنهاية بتعطينا شكل متناسق حاولت أنه أخذ كوتن اللي هي بسيط ما حاولت أخذ اللينين ولا إشي سلكي عشان بنضل بالبساطة يعني كتير كتير حلوين ومن المسهم كتير صوفت واللون كمان بيكسر مثلا هون أنت اخترتي أخضر أصفر أورنج إذا حطتيهم مع بعض بيصير بيصير كتير حلو وكمان اللون العنابي بدنا كمان ألوان قوية بالستايل البوهيمي ما بدناش أنه الطاولة بتصير لونها باهت أنه كتير ألوان فاتحة حبيت أخذ الستايل العنابي عشان يعمل لي عشان يذكر لي الألوان الأوية اللي هي اللون الأحمر كمان اللون كتير مهين في العرس بيدل على الحب وبعدنا كمان نستعمل ألوان قوية فأخترت اللون العنابي ليعطي إحساس بالرومانسية والحوم النوكينك اخترت لونين أخذت البلو وأخذت كمان اللون العنابي حاولت أذكر أنه الكاس كمان أخترتها من اللون الأحمر اللي هو خارج عن المألوف لأنه اعتدنا أنه الكاس بتكون لونها شفاف اخترت اللون الأحمر كيف حكيت لك أنه ما بدنا التاولة يطلع ستايلها باهت بدنا كمان أنوان قوية لتحس العروس أنه بليلة عروسها وليلة مميزة ويونيك يعني عن الدعاهي اللي شفنا ما في الواحد ينكر عن جد أنه بس يدخل عندك المحل نفسيا بيرتح هالشي إجا معكم بالصدفة ولا أصدا أنتو حطين هالألوان المريحة والديكور مقسمينه بطريقة معينة لا أكيد أصدا بدنا نحب أنه واحد يجي لعنا ويفتح وحس حاله سيفر ودهر تخدوه عن جد برحلة هيك لفترة صغيرة بترجعه مزقوط إذا حبيت العروس أنا تعمل حفلة ما قبل الزفاف تجمع صحباتها وتعود بتلقى عندك هون شي تلبسو يكون مميز وغير تقليدي أكيد عنا شي المناسب عنا شي لتكون هي محط الأنظار أبيض وكله مشوك ذهبي وعنا الأكسسوار الحلوفة وقومي لأي سكيه ترجمة نانسي قنقر هلا ما بيبقى غير أن نشوف النتيجة النهائية لتنسيق الطاولة اللي بتتماشى مع فكرة عرسنا نسك الختام مع الوجهة المثالية لشهر العسل الليلة بنقترح لك برج العرب تابعينا الحلقة الجاي بعرس جديد وفكرة جديدة اشتركوا في القناة